فرنسا تعلن عذاءها ضد إسبانيا وسفيرها في مدريد يرد على مسؤولة إسبانيا هل للجزائر دخل في الموضوع؟ سفينة جنحت قادمة من الأوروغواي للسواحل سواحل المملكة المغربية الشمالية والسلطة تتدخل وتنقذ تماني أشخاص الإنزال الروسي يقلق الإسبان ويدفع جيشهم إلى إجراء مناورات قبالة سواحل المملكة المغربية وأخيرا مسؤول من الجيش المغربي وخبير يكشف عن خصائص نصر الجيش المغربي للطائرات المصيرة واستعداده للدفاع عن المملكة المغربية من شمالها لجنوبها هذه أهم عنويننا اليوم من موقع المهاجر ابقوا معنا للآخر لمعرفة تفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر كما أودناكم دائما معكم سوفيا المرزوقي بأخير الأخبار وأخير المستجدات نتمنى تكونوا بإخر وعلى آخر في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إخوان كما قلنا لكم سابقا أن فرنسا لا تريد أي تقدم لأي دولة داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا المنافسين ديالها فرنسا أعتدر إسبانيا وألمانيا مؤخرا الإخوان تحدثنا على واحد الأنبوب اللي اقترحته إسبانيا لإنقاذ الوضع داخل أوروبا وخصوصا لألمانيا ألمانيا اللي كانت تعاني حاليا النسب تضخم عالية هي الدولة الأولى المتضررة داخل الاتحاد الأوروبي من الحرب الروسية على أوكرانيا فهنا سيقع واحد الموضوع اللي هو أصبح موضوع جذل ما بين فرنسا وما بين إسبانيا وهنا فرنسا ستخرج بالعداء الإسبانيا لكن ما قلنا لكم سابقا الإخوان فهل للجزائر يدخلون في الموضوع هذا هو السؤال لكي بقام تروح علاش لأن في هذه اللحظة هذه بالضبط إسبانيا علنات في داخل الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تعلن عذاءها ضد إسبانيا وكان شوفوا التصرفات دي الفرنسا مع إسبانيا غريبة وبالزاف ولكن شنو هو الموضوع علاش نيضا هاد الضجة ما بين إسبانيا وما بين فرنسا بالضبط فهذا الوقت هذا أنبوب اللي هو غدي يزود شمال أوروبا من جنوبها بالهيدروجين الأخضر واللي تفق عليه إيمانويل ماكرون قال هو المنقذ هو اللي غدي يكون الحل والوسيلة وهو اللي غدي يدير وهو اللي غدي يفعل هذا الأنبوب هذا أعطى واحدة خاصية مهمة جدا لإسبانيا وخلها تكون رائدة داخل الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة شأنها من شأن المغرب في إفريقيا طبيعة الحال والقرب دياله من الاتحاد الأوروبي فهذا الأنبوب هذا خلق جدل كبير ما بين إسبانيا وما بين فرنسا شنو هو السبب السبب سنقول لكم بكل بساطة نهار جات إسبانيا وقالت سنجروا أنبوب ديال الغاز لأن إسبانيا عندها كيوصل الغاز المسال من جميع الدول ديال العالم وقدرت تخطى الأزمة اللي بغت توضعها فيها الجزائر وقترحات على الدول ديال أوروبا أنها تكون المنقذ الأساسي ديالهم خرجت فرنسا وقالت لا ما غديش تكون إسبانيا هي المنقذ وهنا فين غديبال العداء ديال فرنسا ضد إسبانيا إسبانيا هذ المرة هذي توفقات مع فرنسا لأن السبب الواهي اللي قدمت باريس في ديكل اللحظة هذيك هو أن ناخصا نعتمد على الطاقات المتجددة وما يمكنش نجروا أنبوب فهذه اللحظة هذي باش ندوزوا الغاز اللي غيكون موسال وغيتحول داخل إسبانيا فإسبانيا اقتنعات نوعا ما بالكلام ديال فرنسا وهذا اقتناع ديال إسبانيا بالكلام ديال فرنسا خلاها تمشي معها وكما كنقولو احنا بالدريجة ديال نتوصل كده بالباب الدار حتى للحظة اللي خرجات فرنسا وقالت أنها هذي الأنبوب هذي غدي مر من إسبانيا لن يستعمل فقط للهيدروجين الأخضر بل سيستعمل لتصدير الهيدروجين الذي تم إنشاؤه من الطاقة النووية يعني فرنسا بغى المصلحة ديالها وما بيها للمناخ لا البيئة لا التشيحة جودك شيئة كامل كان تمتيل هذي هذا يعني أقلق وزير الطاقة الإسبانية وخرجات وعلقات على هذا الأمر هذا ولكن فرنسا ما عجبهاش الموضوع لأن السيدة تحدثت بكل موضوعية وقالت إذا كنتوا بغيين طاقة خضراء فهي ستكون يعني جاية من الطاقة الشمسية أو من الطاقة الهوائية فقط ما كين شي حاجة أخرى أما باش تجي يعني تستعمل الطاقة النووية باش تحول يعني الهيدروجين من الطاقة النووية تسول يعني الوقود الأخضر اللي هو الهيدروجين الأخضر من الطاقة النووية فهذا ما بقعتش يعني أنك تهمك البيئة فقدمك يهمك الاقتصاد ديال بلادك هذا الأمر هذا وهذه الكلمة هذه دراج فرنسا وخرج يعلق عليها السفير الفرنسي في مدريد في تغريدة على موقع تويتر وخرجت يعني جريدة الإسبانيول وعنونات الأمر بهذا الكلام قالت فيه أن فرنسا تعلن حربها ضد إسبانيا بسبب الهيدروجين بسبب خط الهيدروجين أش جوج ميد اللي غادي مر من إسبانيا لفرنسا كما شتوا في الصورة متابعين الكرام فأجيو نشوفوا التفاصيل ديال هذا الأمر هذا وكيفاش قامت يعني إذا صح القول بهذا الأمر هذا فرنسا فتح السفير الفرنسي جام ميشيل كاسا في مدريد الحرب مع إسبانيا بنشره تغريدة قال فيها لا نحب بعض الطرق لتعبير تيريزا ريبيرا النائب إيبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحديد الديمغرافي بعد أن قالت قبل أيام قليلة إنما هو غير متجدد لا ينبغي إدراجه على أنه هيدروجين متجدد في إشارة إلى الطاقة النووية السيدامة التشيعيب يعني هيدراث بكلام منطقي حيث أبرزت صحيفة الإسبانيول أن الهيدروجين الأخضر المتجدد أو الهيدروجين الورضي النووي هو السؤال لمعرفة من له اليد العليا بين فرنسا وإسبانيا أي من الذي سيبيع الهيدروجين في النهاية إلى ألمانيا المحرك الإقتصادي لأوروبا الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز في صناعته يعني ما سوف نفهمونا الإخوان سوف نفهمو أن فرنسا يعني يضايقها تقدم الإسباني في هذا المجال دي الطاقات المتجديدة وبغاية حقها من الكعكة هذا التصرف اللي كتقوم به فرنسا مع دول دي الإفريقيا اللي أصلا ولا تطرد يوما بعده يوم معاقبها الأفريقاء كتجي تعاوده حتى داخل الاتحاد الأوروبي وكتنافس شركاء ديالها داخل الاتحاد الأوروبي وبرزتاتها لأن إسبانيا توصل لهذا الحد هذا أنها تنقذ الاتحاد الأوروبي وتكون هي يعني رائدة في هذا المجال دي الهيدروجين الأخضر أضاف المصدر ذاته أنه قبل أيام قليلة قالت تيريزاراني بيرا النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديمغرافي في لقاء مع الصحافة إنه يجب أن نتحل بالعقلانية والواقعية وأن لا ندرج الهيدروجين المتجدد ما لم يكن كذلك في إشارة إلى اقتراح فرنسا التي تعتبر الطاقة النووية تقنية متجددة وأشار المصدر عينه إلى أن هذف ورغبة البلدين هو من سيوفر الهيدروجين عبر خط أنابيب الهيدروجين أش جوجميد المثير للجدل والذي يهذف إلى ربط جزيرة بفرنسا عبر أمبوب تحت الماء سيغادر برشلونة للوصول إلى مارسيليا وقالت لبيرا قبل أيام قليلة هذا النقاش يحرف ويشويه شيئا ضروريا لمستقبل نظام الطاقة والإشارات المتعلقة بالابتكار مضيفة أن فرنسا تطمح إلى إنتاج الهيدروجين بمحطات طاقة نووية وهذا لم تخفيه قط ويبدو الأمر معقولا لنا لكنها لا تعتبره متجددا لأنه ليس كذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإسبانيول وقالت الوزير الإسبانية يضيف المصدر نفسه إن مستقبل خط أنابيب الهيدروجين ليس في خطر لكنني لا أحب طريقة التي تعبر بها فرنسا عن نفسها وإذ غيرت رأيها فلتقول ذلك على أي حال قلنا دائما أنه لا يمكن احتزاب الطاقة النووية قابلة للتجديد لتلبية الأهداف الأوروبية وأشار مصدر في مجلس الوزراء إلى أن إغنيس بانيي روناتشر الوزيرة الفرنسية لانتقال الطاقة قد قالت قبل أيام قليلة إن الجدول الاقتصادي لم تأخذ نتائج المفاوضات الأوروبية في الاعتبار لم تأخذ نتائج المفاوضات الأوروبية بعين الاعتبار مسألة انخفاض كربون الهيدروجين في إشارة إلى المنتج النووي بحسب الصحيفة نفسها وأضفت الصحيفة أنه بينما يتم إنتاج 49.6% من الكهرباء في إسبانيا باستخدام مصادر الطاقة المتجديدة تبلغ نسبة فرنسا 26% فقط يعني فرنسا اللي جات وعاقت ذاك المشروع دي الأنبوب دي الغاز المار اللي غير ينقل الغاز بسبب اللي هو أنها تحافظ على البيئة هي ما كتقومش بهذا الأمر هذا وكل شيء هذا ما شيء من أجل إنقاذ البيئة بل من أجل مصالح فرنسا يعني فرنسا كتتعرى حاليا من بعد ما تتعرىت في إفريقيا حاليا كتتعرى الحقيقة دي لها داخل أوروبا يعني إسبانيا لقات الحل شنو ده بالمشكل المشكل هو أن فرنسا بغى حقها من الكعكا كيف ما كنقوله ما بغى تشطارطا تأكلها إسبانيا بمحديتها بغى تهيحقها مني غادي يجيب الهيدروجين الأخضر فرنسا مني غادي يجيبه ما عنداش مني يجيب الهيدروجين المحطات النووية هي اللي بغى تولد منها الطاقة ومن خلال الطاقة المولدة من المحطات النووية تصنع الهيدروجين الأخضر وتأكل حقها من طاردة ولكن واش هادشي هذا في حل للبيئة في حل اللي بغي العالم يوصل إليه ما فيهش حل هادشي علاش فرنسا من بعد ما خرجت من يدها إفريقيا من بعد ما بقيتش مسيطرة داخل إفريقيا ليه المستقبل دي العالم لا في الطاقة المتجديدة ولا في الهيدروجين الأخضر ولا 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 فهدشي هذا كامل كتقلب كيفما كان الحال كيفما كلف العالم الحال أنها تكون واقلة حقها من طاردة اللي هي الهيدروجين سواء في الأنبوب ولا مشي من الأنبوب طاقة متجديدة ولا مشي متجديدة ما كيهمهاش بغى تعتبر طاقة النووية طاقة متجديدة رغما عن أنها ليست بطاقة متجديدة هادشي هذا اللي خرج سفير ديال باريس في مدريد ويرد على السيدة ويقول بكل وقاحة أنه لا يعجبون ما تقوله مسؤولة الإسبانية المسؤولة على تحول طاقي في إسبانيا هذا هو الرد بكل وقاحة وخرجات وردات رغم أن ألمانيا كذلك تعاني من المشاكل للفرنسا يعني جاء الجيران في المنطقة يعانيوا منها بشكل واضح يعني الريحة دي لها وصلات سواء داخل إفريقيا أو في أوروبا بطبيعة الحالة وندزوا الخبر الموالي متابعين الكرام هنا غنتحدثوا على واحد الأمر اللي وقع اليوم يعني واحد الحادث اللي هو حصري وقع اليوم سفينة كانت جاية من الأوروغوي وكانت على ما يبدو أنها محملة بالوقود هذا الحادث هذا غيدكرنا بالمشكل اللي وقع في جبل طارق مع واحد السفينة كذلك اللي كانت محملة بالوقود وقعت لها واحد يعني الحادث في المنطقة وكان يعني كيشكل خطر كبير على التلوج دي الساحل فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما يطراش نفس الأمر الحدود الساعة السلطات المحلية دي المنطقة دي الفنيدق المضيق كتقول أن الأمر يعني مسيطر عليه وكتحاول السلطات سنقداس تمانية دي الأشخاص وبقى الشخص واحد مفقودرة كيحاولوا حاليا يتوصلوا له كيقولوا أن الأمر تمت السيطرة عليه وكل شيء غادي على ما يرام الخوف هو أن سفينة يتسرب منها أي يعني هذا الوقود ولا شي حاجة ويلووت السواحل دي المملكة المغربية احنا ما نقصين كيف ما كنقوله هذه السفينة هذي كما قلت لكم جاية من الأوروغواي ومتوجها لبنان متوجها لبنان وبما أن المنطقة دينا هي منطقة عبور معروفة مضيق جبل طارق معروفة هذه المناطق كاملة بالعبور فطبع الحال كان خساء تمر من ذيك المنطقة لحدود الساعة كل شيء مسيطر عليه كل شيء مسيطر عليه وما كنتشي حاجة لتقلق الناس في ذيك المنطقة واندزوا الخبر الموالي متابعينا الكرام وهنا أمر يعني لخصنا تحدثوا عليه طبيعة الحال لمتير للجذل المناورات العسكرية اللي قام بها الجيش الإسباني في السواحل قبالة سأعتدر السواحل المغرب هذه المناورات شنو هو الأساسية له وشنو هو لها تفتيل أذكركم متابعينا الكرام أن هناك قلق هناك قلق يبدو أن إسبانيا قلقة قلقة من التحرك الروسي والعلاقات اللي كتجمع ما بين الجزائر وما بين روسيا هل نذكركم بالاجتماع والقمة دي الحلف الناتو التي كانت أواخر شهر يونيو في مدريد إسبانيا تحديدا تكلم لحظة هذه كان وزير خارجي الإسباني يتحدث عن قلق قلق اللي هو آتي أو قادم من الجنوب قلق اللي هو قادم من الجنوب وتما قال لهم خاص الحلف يكون حاذر من الجنوب هنا كي ينعني بزاف دي الأمور اللي غنين تحدثوا عليها حاليا في هذا الأمر هذا علش كي نقلق من الجنوب علش كي نقلق من الجنوب حيث كي نع الجزائر وكي نع علاقات كتربة الروس بالجزائر روسيا اللي بدات يعني حربها ضد الغرب وضد الأوروبيين من أوكرانيا كي نتخوف والجيش الإسباني بهذه المناورات اللي قم بها فهو يحاول يعني تجربة دي ولضمان تجربة للجيش دياله خاصة في هذه المنطقة هذه اللي هي تعتبر منطقة اللي خايف منها الجيش الإسباني وخايف من الروس يدخلوا منها علش بالطبط لأنه كي نبزاف ديال الحويج اللي غنين عرفوها من خلال هذا المقال هذا في سياق مجابهة أطماع الروس في الانتشار أكثر في المتوسط أجرت القوات المسلحة الإسبانية مناورات وسلسلة تداريب ميدانية قبال سواحي المغرب بالطبط على مستوى صخرة جبل طارق بمشاركة ما يقرب من ميتين جندي وباستعمال آليات مدفعية ولوجستية المناورات العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني في كامبو دي جبل طارق كان هدفها الأساس اختبار دفاع السلاء الساحلي للمنطقة حيث تعتبر المياه التي تفصل إسبانيا عن المغرب من مناطق ذات الأهمية السراتيجية الكبرى للقوات المسلحة كما نقلت جريدة بوس بوبولي أكثر من ذلك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أصبح المضيق نقطة رئيسية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وهكذا تم تنفيذ التمرين من قبل فوج مدفعية الساحل الرابع تابع لقيادة المدفعية الميدانية بالجيش الإسباني تحت السيطرة العملياتية لقيادة العمليات وبحسب المعلومات التي قدمت هيئة الأركان العامة للدفاع تم تركيب مجسامات وقطع مدفعية وعناصر إرسال وشارك في المناورات أكثر من مئتين جندي من بينهم فوج المشات رقم جوج ومقره قرطبة لنمان الحماية الذاتية للقوة المنتشرة كما تؤكد إسبانيا أن الهدف من هذا التمرين هو تبيان أن مدريد لديها الأدات المثلة لمراقبة المناطق الساحلية ذات الأهمية ومن خلال هذه التدريبات تسعى إسبانيا للتعزيز التكامل مع الموارد التي تنشرها عادة البحرية في المنطقة لحماية المصالح الوطنية تم منح وتدريب فوج مدفعية الساحل الرابع الرابع تابع لقيادة المدفعية الميدانية أو في أي مكان آخر تتطلب الالتزامات الدولية ذلك يضيف الجيش الإسباني يعني هذا الأمر الذي قام به الجيش الإسباني في البحر الأبيض المتوسط في ذلك المنطقة الذي جاء بالطريق ليس في الضروري والغرض هو من أجل ضمان قدرة تحكم أو قدرة الرذع للجيش الإسباني في جميع السواحل المنطقة سواء كانت في ذلك المنطقة هذيك أو في السواحل في ما يسمى بالمنطقة الشرق إسبانيا في المنطقة فالنسيا فالجهات هذه كاملة وتمك فين كان بالضبط الخطر الخطر كان تمك لأن فعلا روسيا عندها أهداف ودك الأهداف ديالها راها واضحة ما ننسوش أن روسيا كتسجل حاليا كل من ساعد أوكرانيا وقام بمساعدة أوكرانيا ما ننسوش التهديدات اللي بعتات الروس اللي بعت الروس الإسبانيا في الأول ديال الأزمة كتعيش واحد القلق من هذا يعني الرغبة الروسية في التوسع الرغبة الروسية في التوسع بحال إسبانيا بحال قاعد الدول الأوروبية والغرب بأكمله هناك تخوف من الروس هذا شي علاش قامت السلطات أو لا قامت أعتذر قام الجيش القوات المسلحة الإسبانية قامت بهذه المناورات العسكرية من أجل ضمان قدرة ديال الجيش الإسباني في السواحل دياله وخصوصا في البحر الأبيض المتوسط لأن الخطر يقدر يدخل لإسبانيا وما كين شي خطر يقدر يدخل إسبانيا من غير المنطقة ديالجزائر إلى جات روسيا ودارت قواعد العسكرية في ديالمنطقة هذيك كان غواصات اللي تقدر فرمشة العين تكون واصلة لإسبانيا في الشرق ديالها فهذا هو اللي خلال إسبانيا تعيش بها كل الجوي وندزو الخبر الأخير متابعنا الكرام وهنا قد نتحدث على ما يقلق الجيران من المغرب في إشارة الشرق في إشارة الجيران الشرقيين ديال المملكة المغربية وهو سلاح الجو سلاح الجو لطبيعة الحال بدأ كي أمن المملكة المغربية نقوله كي أمن المملكة المغربية خصوصا في المناطق الجنوبية ديال الجدار الأمني. سنرى بطبيعة الحال أشجال خبير في هذا الخصوص هذا كيف أشترح هذا الخبير هذا وتحدث على هذا الموضوع هذا ولكن قبل أن تحدثوا عليه علاج المغرب حاليا ولا يخلق أزمة ولا يخلق حالة استنفار عند الجيران بسبب هذا السلاح لجوه. في الوقت اللي كان وقيلة العسكر الجزائر كي يبلوا هاد المصيارات هي مجرد لعبة يعني صغيرة المغرب را كي لعبها ولا كي يجربها ولا في ذاك الوقت هداك المغرب كان توصل يعني بالخاصيات وقدر يدرب الجيش دياله على استعمال هاد المصيارات هذي الجيش الجزائري كما زال كي يحصد يعني الخوردة ديال الاتحاد السوفيتي من حديد ومن قرطاس ومن كي يعمر في الخزينة دياله وكي يخسر في الأموال ديال الشعب الجزائري المغرب كان وصل لها التقنية هذي المتطورة. فوقاش غادي بدأ حالة استنفار في الجزائر وليت حدثنا لها سابقا المتابعين الكرام هو نهار بدأ المغرب كي يحصن الجدار وما بقتش هو هاد كي قذر يقرب من الجدار. في ذلك اللحظة هذيك نعضوا عسكر قصر المورادية عقدوا واحد المجلس اللي كان مجلس مسموه مجلس حرب ولا معتش وكانت يعني حالة استنفار في الجزائر لأنه سافي لقاوا بأنه مستحيل أنهم يقربوا من المغرب في ذلك المنطقة هذيك. ونأكد لكم الإخوان نأكد لكم أن الجزائر كانت داخلة في حرب مع المغرب بالوكالة كانت عاطية وجدات الأسلحة وجدات كل شيء وجدات العتاد وجدات كل شيء الميليشيات البوليزاريو في واحد اللحظة مباشرة من بعد يعني تدخل دي العملية تدخل في منطقة القرقارات دي الجيش المغربي. في الآن اللحظة هذه الجزائر كانت بدأت تدخل في حرب مع المغرب، بدأت في حرب مع المغربي ولكن بسمية البوليزاريو باش يتبقى بعيدة على المساءلة القانونية الدولية. في ذلك اللحظة هذه إلى باقي عقلين خرجت البوليزاريو كتعلن كتقول لكم أننا في حرب حالياً مع المغرب. ماذا سترى؟ ستفاجئوا لا يمكنهم أن يقربوا الجدار لا يمكنهم أن يقربوا الجدار نهائياً والذي يقرب كيف يلقى المصير دياله الأوراق ديال الجيش الجزائري تبع تراث تبع تراث في كل لحظة هذيك ماذا نلقوا؟ نلقوا نفسهم أمام قوة إقليمية وخصوصاً سلاح الجو سلاح الجو بالفعالية دياله ليس هذا معنى على أن باقي القطاعات ديال الجيش المغربي غير فعالة لا، غير حيث سلاح الجو هو اللي التعامل مع التهديد اللي كان في القاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية سلاح الجو هو اللي التعامل معه قدر يردع العدو ما خلاله شي يقرب نهائياً وتماكفين بدأت الجزائر كتتق ناقوس الخطر وكترجع عند اللي كي أعطوها الأوامر وأولهم فرنسا كتقول لهم بأننا فعلاً ما كناش عارفين بأننا فعلاً راكينا قوة إقليمية في ديال المنطقة هذيك راها وصلت للغرض ديالها راحنا ما غاديش نقدروا أن وصلوا للمغرب طبيعة الحال المغرب ما حد ذاك التوتور كيزيد وما حد المغرب كيزيد قوي يعني العتاد ديالو كيحط يعني مصيارات جديدة لدخلات يعني حيز تنفيذ ومن بين هذه المصيارات هناك مصيارات صينية الصنع اللي انتشرت مؤخراً في الأقاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية وهذا الخبير طبيعة الحال كيشرح شنو هو السبب اللي أو شنو هي الخاصية اللي عند هذ المصيارات بدأت القوات المسلحة الملكية المغربية بتعزيز ترسانتها من مختلف العتاد العسكري والذي على رأسه المجال الجوي وذلك لتأمين مناطق شاسعة من المملكة وخاصة أقاليم السحراء المغربية حيث أعلنت شركة بلو إبريد التابعة لمجموعات إي آئي عن انتهاء تجارب ناجحة في المغرب للطائرة المصيرة ذات الإقلاع العامودي وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد تعاقدت للحصول على أعداد كبيرة وهي أكثر تطورا من ويندربي السابقة التي سبق وظهرت أيضا لدى القوات المسلحة الملكية المغربية قبل أشهر بشكل رسمي وتعليقا على الموضوع قال الخبير آنسهمي خبير عسكري وأمني قال تتفوق هذه المصيرة الجديدة في قدرات البقاء والرصد والتوجيه نظرا لكونها قادرة على البقاء جوا لمدة 12 ساعة متواصلة بدلا من نجوش فصيلة 5 دي الساعات اللي كانت عليها ويندربي كما أنها تستطيع العمل ضمن مدى 150 كيلومتر بدل 50 كيلومتر وأضافها سهمي كذلك تم تصميمها للعمل بمدى أبعد وأكبر لرصد المعلومات الاستخباراتية عن العدو وأيضا توجيه قذائف مدفعية بشكل دقيق أو ما يصطلح عليها بي ستار كما أن لها القدرة على العمل في أكثر الظروف قساوة وتمتلك أنظمة مضادة لتشويش ما يصعب على العدو رصدها أو إسقاطها وأكد أن دخول وأكد أن دخول كل من ويندربي ويندربي بخاصية الإقلاع العمودي له سبب واجيه هو التركيز على نشرها على طور الجدار الأمني المغربي فهي لا تحتاج إلى مدرج في القاعدة الجوية حتى تقوم بالإقلاع مبرزا أن هذا الامتياز يتيح للقوات مسلحة الملكية المغربية إطلاق هذا النوع من المسيارات من أي نقطة في الحزام الأمني لكي تقوم بمراقبة المنطقة العازلة بشكل يومي وتوجيه الطائرات المسيرة الأخرى أو نيران المدفعية في حالة كان هناك خرق للمنطقة العازلة هذه هي يعني الخاصية ديالها وبطبيعة الحال هذا شيء هذا أتعبى الجزائر نأكد لكم الإخوان أن الجزائر كانت داخلة في حرب مع المغرب بالوكالة من طرف البوليساريو كيتفاجأ البوليساريو كيتفاجأ الجزائر بالقوة والشراصة ديال الجيش المغربي في الجدار في المنطقة العازلة أو للجدار العازلة هذا هو الأمر اللي خلاهم يتراجعوا على ما كانوا يقومون به ولو كيدربوا مئة ألف حساب نذكركم الشاحنات اللي خرجت الجزائر كتحتج عليها وهذه المجرى وذيك الدجال اللي دارو فوقاش البوليساريو كانوا كي يديروا اعتبار للمجلس الأمن فوقاش عمرهم دالوا الاعتبار يكوما اللي خرقوا الاتفاقية ديالوقف إطلاق النار مشاوا بطريقة غير شرعية وحبسوا معبر القرقارات ومخلوا ما داروا من اختطافات من اغتصابات من اعتداءات من في الناس في المنطقة واعتدوا 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 فوقاش عمرهم كانوا كي يردوا ولا كي يديروا اعتبار للمجلس الأمن حتى ترجعوا هما كي يمشيوا يحتجوا عند مجلس الأمن ويقولوا لك رات عدّع لنا المغرب وغادي تخرج للمنطقة وغادي تربلهم كل شيء في السفر في ذلك اللحظة هذي كان أكد لكم أن دوك الشاحنات اللي كانوا كي يمشيوا التماك وتم القصف ديالهم هي مجرد جسس نبض كان جسس نبض السلاح الجو المغربي من طرف الجزائر كان جسس نبض واش إلا دخل شي حدي ما غيرت مكتشاف ديالول فتلقى تذك الشاحنات هذوك وفعلا كان الرد من القوات المسلحة الملكية المغربية هو الردع فما ديش تقول لك جزائر أن ناس كانوا دايزين غدين لموريطانيا ودازوا دخلوا السحراء المغربية الحدود رهبائنا وكل شي رهبائنا وهما اللي يقولوا أن المنطقة هي منطقة منازعة عليها ويقولوا أن هذه منطقة حرب وهما شنين حرب على المملكة المغربية فيها فاشنو غدي يدخل الدير الشاحنات الجزائرية وشنو غدي يدخل الدير في ذيك المنطقة هذيك والدليل أنهم هما ما عندهم ش القدرة أن المصيارات تكون عندهم وتأمن لهم الحدود مؤخرا قاموا بالاعتداء على موريطانيين بالسلاح الحي ماشي بسلاح الجو مؤخرا هما قاموا على الاعتداء يعني الجيش الجزائري في الحدود موريطانيين اللي دخلوا بالخطأ عندهم فتم القصف ديالهم بالسلاح بالسلاح الأرضي فهذا الشي اللي كان هما الحدود الساعة حارت لهم مع هذة كانوا ناعسين والدليل مؤخرا حاولوا مصيارات سينية جابوا منهم اربعة طاحت لهم واحدة وهذا غيم اللبان وما خفية أعظم اللبان الناس كانوا غاديين في منطقة اسمي تامسيلة ما في جزائر تلقوا المصيارة نزلع لهم تشغيل اللبان لنا اللي انشروا الإعلام ديالهم علش لأنها منطقة سكنية ما يعرفوش يخدموا المصيارات ويلا تعلموا يلا كيتدربوا وهم كيتدربوا المغرب سنوات ضوئية في هذا المجال ديالسلاح الجو ومازال كون جوا قربوا البحر غير القاو الرد وكون قربوا للأرض قد يلقوا الرد كذلك هذو ما الأخبار ديالنا اليوم متابعينا كرام تمنى يكون رقاوكم وتوما بخير على خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور نكونوا دائما في أحسن الأحوال دونتوا في رعاية الله والسلام عليكم